قلت بالنص العبارة نحن نتبع ولاية الفقيه ولا نتبع الحكومة العراقية فكيف أنتم بهذا التوصيف الذي أنت قلته تتبعون أمرة القادة العام هذا تصريح معروف إليك سيد علي أنا قلت أقلد سماحة السيد الولي الخامنائي نعم وغيري يقلد أيضا الإمام السيستاني نعم والإمام السيستاني والإمام الخامنائي وهناك من يقلد السيد فضل الله وهو لبناني هذا التقليد قضية عقائدية لا علاقة لها أطلاقا بالعمل أو بمجريات العمل المقاوم يعني أن ما يكون أبناء حزب الدعوة وهم في العام الأغلب يقلدون السيد فضل الله وهو لبناني هل يحسبون على لبنان؟ هذا الكلام يحتاج إلى تصحيح رؤى عندكم لا أقلد الإمام الخامنائي لأنني أدرك تماما أن الإمام الخامنائي راية كبيرة تنصر الأمة الإسلامية بس للتوضيح يا أستاذ علي إذا أسمحت لي بس للتوضيح أنا هنا لا رأي لي أنا أقول لك تساؤلات أنت تقرأها وغيرك يطلع عليها أنا أحترم هذه التساؤلات وأحترم كل العقائد وأوضح لجنابك للمشاهد الكريم أنا أحترم كل العقائد وأحترم كل المرجعيات الدينية وأحترم كل تقليد لكن السؤال هنا يعني في قضية التقليد وفي قضية المرجعية هذه قضية تعبدية أنا هنا أسأل عن المرجعية الإدارية يعني أنتم تقلدون ولاية الفقه وهذا من حقكم الفتوى التي صدرت عن الحجد الكفائي هي صدرت من السيد السستاني وأنتم لبيتم هذه الدعوة تلبيتكم لفتوى السيد السستاني هل وأنتم على ولاية الفقه هل جاءت لأنه مرجع الشيعي كبير أم أنتم انضممتم بعد أن سمح لكم من ولاية الفقه بالانضمام إلى فتوى السيد السستاني أنا أحتاجي تفسر لي هذا بالنسبة إلى الإمام الخامنائي حفظه الله وأدام عزه قال بالحرف الواحد وهذا موجود أيضا ومنشور في كل المواقع بالنسبة إلى جميع مقلدي الإمام الخامنائي في العراق يرجعون في الأمور الجهادية إلى الإمام السستاني حفظه الله وهذا الموضوع هو الذي يعطينا الحق بأن نتبع الإمام السستاني حفظه الله وأدام عزه في تلبية النداء وفي أن نكون جسور لخدمة العراق والدفاع عن العراق بيّنت لك بأن العلاقة علاقة ولائية علاقة مبنية على حالة عقائدية ما إحنا عدنا علاقة مع دولة حتى نكون ضمن الوصفة الذي يريد البعض أن يسور له أو يريد أن يصدر له ماكو علاقة لا بين تلك الفصائل جميع هذه الفصائل تأخذ قراراتها من خلال مجلس المقاومة الموجود في العراق مرّبا�